بسم الله الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم ستة عشاء لو عندك فعلتها بإذن الله تضمن والضامن والله أن يكون ابنك صالحا ينشأ ابن صالحا أول شيء عند الجماعة عند الجماعة الزوجة يجب أن تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرزقتنا فإذا قدر بينكم مولودهم في هذه الليلة لم يضر الشيطان أبدا كما قال الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حط الزكر ده على خشبة السرير بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرزقتنا إذا قدر بينكم مولودهم في هذه الليلة لم يضر الشيطان أبدا يعني يطلع إنسان صالح الحاجة الثانية لما يتولد نتأسى بالستين حين أم السيدة مريم لو كان ولد قل إني أعيدوه بك وذرياته من الشيطان الرجيم لو بنت قل إني أعيدوها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم ليه لما سيتنا حين قالت كده فتقبل فربنا أعلى رد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنباتها نباتا حسنا دي أول تاني حاجة الحاجة التالتة يؤذن في الأزن اليوم وتقام الصلاة في الأزن اليسر الحاجة الرابعة يحلق شعر الطفل سواء كما ابن أو ولد أو بنت ويوزن ويتصدق بثمنه فضة أو دهب يعني احلق الشعر تماما وتوزن وتصدق بثمنه فضة أو دهب كما أمر رسول صلى الله عليه وسلم ستنا فاطمة الزهراء رضا عنها ففعلت للحسن الحسين الحاجة اللي بعد كده عقيقة يعق عنه في يوم سابعة الأولوم الأربع عشر أولوم الواحد وعشرين والعقيقة مهمة جدا لها تعق الشر عن الطفل وتحفظه طول عمر من كل مصايب الحاجة اللي بعد كده تعلمه الصلاة تعلمه الصلاة في سبع وتضربه عليها في عشر وده القطع الكبير اللي باقى فيه أكثر الناس ينشئ فانشئتوش فاسقا فاسدا لا يصلي لما يوصل سنة 14 و15 ويبلغ الحلم ما عرفش يصلي وأنت تأسم اسما كبيرا فادحا وحتتتحمل معها اسم عدم ترك الصلاة إنه مش هيقدر يواصل على الصلاة لما يوصل لسن بلوغ لأنك معلنتوش الصلاة كما قال عني الصلاة والسلام وقالوا داكم الصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهما في المضاجع فا اوعى ابنك يوصل سبع سنين ما تعلموش الصلاة واوعى يوصل سن وعشرة سنين وما تضربوش على الصلاة تحسبو كل في كل الصلاة تقولوا صليتو أنا ما صليتش وإذا كان هيا دي في خمس ست تأخذ معك المسجد عشان يتعلم الصلاة لو عمت الحاجات دي كلها هنشأ الطفل صالحا ورطقيا ورعا ومش هيتعبك انت والزوجة ويسمع الكلام لو عمدتش كده لا تلومنا إلي نفسك وسينشأ فاسقا يعزو بالله في أغلب في كثير من الأحوال وانت وانت هتكون الجاني عليه وعلى نفسه وعلى نفسك انت كمان اقولوا قولي هذا استغفر الله لي وليا ترجمة نانسي قنقر